المحور الثاني وهو محور شيق جداً وبعيد كل بعد وفقدناه وعشنا وياه سنين سنين كثيرة من حب من شعر من غزل من أخبار من تواصلنا حول العالم قبل أن يصل الجوال محور الثاني اليداعى بين ماضيها وحاضرها ورحب بالأستاذ شوق كريم روائي وكاتب سيناريو أقول لك مسأل ورد مرحباً يا مرحباً كما أرحب بالأستاذ كارناس علي مضيع ومقدم برامج إذاعي أقول لك مسأل ورد مسأل خير أستاذ رايد ومسأل خير لأستاذ شوقي ولكل مشاهدي قناة MBC عراق حياك أبن يعني أستاذ شوقي سابقاً كان هناك ريادة إعلامية للإذاع في العراق خلنا نقول التلفزيون كان ما يجذبنا جداً يعني دائما نقول التلفزيون الليل فتح الراديو وراديو مستمر حتى نبدأ ناخد بعض الدول ما زالت الإذاعة حالياً في دور ريادي أم لا؟ لا طبعاً ظل التطور التكنولوجي اللي حاصن والتطور سريع جداً ولا يمكن السيطرة عليه صارت الإذاعة مرحلة ثانية وإن كانت يعني نتحدث عن إحصائيات وإن كان المستمع بالعراق على وجه التحديد والأسرة العراقية تتعامل مع الإذاعة لأنها لون خارج أطر السياسة يعني لا تتعامل مع السياسة كثيراً مثلما يتعامل التلفزيون في الإذاعة صباحاً تسمع فيروس هناك نظام لكل الإذاعات ثم تأتي الأخبار السريعة ثم التمثيليات والمسلسلات الإذاعية وما إليه من برامج ترفيهية أخرى فلهذا الإسرة العراقية وربة البيت تحديداً تتعامل مع الإذاعة وهذه بإحصائية أكثر مما تتعامل مع التلفزيون الذي يحمل كمية من الشهر أكثر مما تحمل الإذاعة سابقاً في الوقت الحاضي في الوقت الحاضر في الماضي كانت الإذاعة هي الرائدة حينما نقدم مسلسل أنا كاتب الإذاعة 250 مسلسل إذاعي حينما نقدم المسلسل ما أن تمبث الحلقة الأولى حتى تنهال الرسائل علينا يومياً لمناقشة واقع ويريدون يحرفون الأحداث يناقشون الأحداث ليش فلانا ماتت وليش فلانا تعرض إلى قضية يناقشوننا بتطوير العمل الآن لا الجوال أخذ هذه الرياضة برأيك يعني كون أنت في المقهى كان راديو بالسيارة في كل مكان في حياتنا حالياً نقول لهذه اللحظة بأنه ما أخذ صدا وما أخذ موقعها نعم الجوال ما قدر يكتسها لا مستحيل مستحيل بالمناسبة حتى الأذن العراقية أو العربية بشكل عام تتعامل مع الإذاعة أكثر مما تتعامل مع الجوال جرب أن تسمع إلى أنكل ثوم قضية بسيطة خلي جوال وخلي أغاني التراث موجودة لأنها تأودت السماء مع شيء غائب مع تحول روحي مع الأغنية الصورة بالمناسبة تقتل ثلثين السماء حينما تتعامل مع شيء صوري ثلثين سماءك يتجي باتجاه الصورة مو باتجاه ما يقال وهذا فارق كبير ثم يفقد عنصر السيطرة السلطنة الروحية